أنا عاشرتي محترفين كثير جدا جدا. أنا شايف أن اللعيب المصري المحترف من أكثر الناس ارتباطا ببلده على مستوى العالم. أنا أستثنى كمان الشخصية الألمانية. لكن على مستوى أفرقيا. أنا بحس وشفت ده في الملعب وشفت ده من خلال الأتيتيود بعد اللعيبة. يعني على سبيل المساء مثلا حكيم زياش لعب لعب المنتخب المغربية بلعب في تشيلسي. مش عايز أقول لي ما أحبش بلده لكن اللعيب المصري بيحس أنه هو. يعني أنا في وقت من الأواد كت كابتن جوهري كت يمكن اتأخرت على معاد ولا حاجة. وكنا مسافرين مباراة في السنغال فقال لي هاني حضر شنطيتك هتمشي. وأنا كنت محترف في ألمانيا. فأنا بالنسبة لي كان بالنسبة لي أن أنا مسافرش مع المنتخب. صدمة. صدمة كبيرة وحتى دخلت الأودة. يعني كنت زعلان جدا جدا درجة أنا بكيت جي كابتن حسام حسن. قال لي لا كابتن جوهري عصبي فهنقض معه تاني. فإن أنا ملعبش مع منتخب بلدي. ومباراة كانت مهمة جدا مباراة السنغال في السنغال. وأنا كنت ساعتها محترف في ألمانيا. فالمصريين عندهم إحساس بالمسؤولية بلدهم.